ونتوجه إلى دبي حيث يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعليات قب 28 والتقى الرئيس السيسي رئيس وزراء النرويج يوناس داهر ستوري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة التبادل التجاري والسياحة وشهد اللقاء أيضا بحث سبل الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفراقيا كما تم مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة لسيما في أعقاب الزخم الإقليمي الناتج عن عقد كل من قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية غير العادية خلال اللقاء أكدت جانباني أن المخرد الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على إيجاد التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مع أهمية الضغط في الوقت نفسها نحو تحقيق وقف إطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة لمؤسطنة العمليات العسكرية على حياة المدنيين فضلا عن تدعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنصيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مصار التهديئة وإيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة ذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر